هذا السؤال يقول هل الذهاب للأضرحة يوقع في الكفر إذا كان المقصود أن الإنسان يذهب إلى المقابر والنبي عليه الصلاة والسلام قد أمرنا بالذهاب إلى المقابر من أجل الاتعاض وكذلك الدعاء أن ندعو لأهل هذه المقابر فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ألا إني قد نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم بالآخرة فيدعو الإنسان ويستفيد الميت بدعاء الحي بأن يدعو له بالرحمة والمغفرة وسعة هذه الحياة البرزخية التي تكون بين الحياتين فيدعو لهذا الميت ما سوى ذلك مما ابتدع وأحدث مما لم يرد في كتاب الله سبحانه وتعالى أو سنة نبيه محمد عليه الصلاة والسلام كل ذلك من الأمور المحدثة وكان النبي عليه الصلاة والسلام يحذر من كل محدثة فكل محدثة بدعة وكل بدعة في النار ترجمة نانسي قنقر